صحيح. طيب ناخد من ده ونبص على الموسم بتاعنا. عارزة كلمك على ربطة الأندية والدورة الجديدة. عارزة كلمك على أهلي طبعا وأول لقاءته مع التحاد المنستيري. وبمناسبة التحاد المنستيري خليني أقول لكم أنا كنت مبارح اللي تابع السادسة. قلت لكم إنه الدورة التونسية تأجل. وبالتالي إدارة نادي التحاد المنستيري فكرت إنها تعمل مباراة والدية يعني. عشان تحضر نفسها وفي إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي يوم الحد اللي جاي. الترجي التونسي هو بطل الدوري. بطل النسخة لأخيرا من الدوري التونسي. وكانت المنافسة على اللقب بينه وبين التحاد المنستيري. وقدر الترجي يحسب بفارق نقطتين اللقب لصالحه. المباراة كانت تتلعب من دقائق بسيطة. انتهت كان الاتحاد المنستيري متقدم على الترجي التونسي. بنتيجة 1-0 لغاية الدئاءة الأخيرة من عمر المباراة. وتمكن الترجي من التعادل في الدئاءة التسعين عن طريق حمد الهوني من ركلة جزاء تم احتسابها لصالح الترجي. وانتهت المباراة واحد واحد. ده يمكن يدي دلالة كابتن عمر على أنه لأنه الناس هنا في مصر دائما اللي بتيجي تقول كرة في تونس. تقول لك ترجي صفاقسي أفريقي نجم سحلي. اتحد من السيري ممكن يبقى بالنسبة للناس كتير فريق صغير. لا الحقيقة الفريق عامل سيزون محترم جدا. ونتيجة المباراة النهاردة تقولي أنه هو منافس ليس بالسهل أو بالهيئ على الإطلاق. أي أن كان هو عمل مباراة أجل الدورة التونسي. الدورة التونسي تلعب منه مباراة اثنين. احنا بنحترم صغره كبير. احنا لنا هدف واحد. المباراة تحسن من تونس. أي أن كان من هم موجودين. احنا بنعرف نتعامل مع الناس كبيرة. اتعلمنا من الدروس القديمة. احنا تمالي زي ما حدك بتقول كل ما بيجي نتكلم. نتكلم عن الأفريقي. نتكلم عن ترجع الصفاكس. ما نتكلمش عن حد تاني. والنجم السحيلي. كل واحد من بلد أو كل واحد من قرية معينة أو من عاصمة معينة. احنا بنبقى متواجدين. احنا كنا بيشوفهم. احنا في تونس أقولك. الأفريقي هو ده. والفجأة تونس هو ده. الترجع هو ده. أنت محتار. زي ما يكون فيه أهلي وزمالك وبرامدز ومصري أو اسماعيلي. هم هناك نفس الكلام. بس ما تطلع لك فرقة زي دي. هو مش مصدر ألأ بالنسبة للنادل أهلي. هو مصدر بس بصيص واحترام للموقف نفسه. أننا أكون في المباراة بتاعت يوم الحد. عندي إيجابية معينة. من هناك تملي المشاكلة زي دي. بيبقى لها ملف أول وملف تاني. الملف الأول بيبدأ من هناك. أنا تملي بحب تملي. أما سألعب مدش الأولين هناك. أنهي من هناك الملف الأول والتاني. بيسهل لي شوية. الضغط العصبي في المباراة العودة. بيبقى عندي إرياحية شوية. أن أنا أبقى ليه هدف. في فرق أن يكون يحصل أي إخفاق هناك. بيقولك أنت هتتعادل. وعايز تخسى وعايز تتوصل. ضغوط. ضغوط. مع الفترة الأديمة. التعصر اللي حصل. ضغوط تانية. لا أنا جاي. ما ليش دعب السنة الفات. خلاص. سنة فيها كبوة بسيطة وانتهت. البطل بفوق بالسهولة. البرج الكبير ده. هو عارف هو عايز إمام مباراة يوم الحد. عايز يفرح جماهيره من البداية. بيجمع ما بين حاجات. لعيبة وجهاز فني. ومجلس إدارة. كابتن محمود ربنا شفيه عفيق. وهو مسافر بيحط الرطوش الأخيرة لمستر كولر. هو ده. إحنا كنا نلتف عمال لعيبة جماهير لعيبة قدامة. بنلتف حول الناد الأهلي للنجاح. ولا يوجد تهاون في الطولة واحدة. كله بالترتيب. بالترتيب بس أنا أخذها واحدة واحدة.